كما جرت العادة في السنوات الأخيرة ينافس للعراق وبشراسة على احتلال مراكز متقدمة في أي دراسة تقيم سوء الأوضاع في شتى قطاعات الحياة لتعطي صورة عن طبيعة الواقع المزر الذي يعيشه العراقيون ففي إحصائية جديدة نشرها معحد دراسات الاقتصاد والسلام الإسترائيلي بيّنت أن العراق احتل المركز الخامس كأخطر عشر دول في العالم لعام 2019 التقرير يصنف الوضع الأمني في 163 دولة حول العالم بناء على 23 مؤشرا مختلفا كمعدلات الجريمة والعنف بالإضافة إلى الصراعات الداخلية وغيرها وهي معايير يحقق فيها العراق أرقاما مفزعة نتيجة السياسات الفاشلة التي بني عليها نظامه السياسي والفساد الذي طبع هذا النظام الذي يفتقد للاستقلالية والإرادة الوطنية وتبرز الصراعات الداخلية في العراق على شكل نفوذ ميليشيوي يتنامى يوما بعد يوم يجد حماية قانونية أو يقفز عليها غالبا حيث تتمتع تلك الميليشيات بنفوذ يفوق سلطة الدولة المجدت ويعبث عناصرها بأمن المجتمع بناء على أجندات طائفية مريضة مرتهنة لإدارة خارجية جعلت العراق ساحة لتصفية الحسابات ناهيك عن الصراعات العشائرية والحزبية التي تتجدد بين الفينة والأخرى وفقاً للمصالح والأهداف السياسية وما بين هذا وذاك تبرز عصابات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمخدرات لتجد لها مرتعاً خصباً وسط هذا الكام من الانفلات ولئن شهدت الأعوام الماضية موجات من المعارك والنزوح والتفجيرات التي أتت على الأخضر واليابس فإن عام 2019 ظل يؤشر نحو زيادة ملحوظة في نسبة الجريمة المنظمة والتي ظهرت على شكل عمليات حرق ممنهج لعشرات الآلاف من الأراضي الزراعية نيران لم تسلم منها الأسواق والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة تخفي وراءها أيادية تعبث بمقدرات البلد وتتحكم باقتصاده الذي صار دولاً بين ساسة فاسدين أثروا ثراءاً فاحشاً على حساب شعب يفتقر لأدنى متطلبات العيش الكريم تتقاذفه الكوارث البيئية والصحية ابتداء من التلوث بالإشعاع مروراً بانتشار السرطان وليس انتهاءاً بفقدان أدنى درجات السلامة وترد الواقع الصحي والخدمي